اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد اهمية مواصلة تعزيز اوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة بما يصهم في فتح مسارات ارحبا من العمل وتنسيق المشترك في كافة المجالات ويحقق الاهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الاقضيبية بحضور معالي الشيخ سلبان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها في المملكة حيث اشار سموه الى ما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من تقدم بفضل ما تحظى به من اهتمام متبادل لمواصلة تطويرها والدفع بها نحو نطاقات اوسع معربا عن تمنيته لسعادة السفيرة بدوام التوفيق والنجاح في مهمها المقبلة كما جرى خلال اللقاء سعراض اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبها عربت سفيرة الجمهورية التركية لدى البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص مستمر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة